السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام سمع امرأة صائمة سبت تجارية مالتها فالرسول صلى الله عليه وآله دعا هاي المرأة اللي سبت تجارية مالتها دعاها الى فدمادة بالطعام دعاها فقلها اكلي قالت لي يا رسول الله انا صائمة فشوف رسول الله اشرد عليها قالها كيف تكونين صائمة وقد سبب تجاريتك أن الصوم ليس من الطعام والشراب الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم حول آية الصوم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم شنو؟ لعلكم تتقون فإن الغاية المرجوة من الصيام هي التقوى وليس أنه هذا أدنى الشيء أنه الطعام والشراب إنما الأكثر والغاية القصوى اللي هي التقوى لذلك السيدة الزهراء روحي في داها علمتنا شنو الصوم الحقيقي الصوم الحقيقي اللي الله سبحانه وتعالى يريده شنو؟ شوفش قالت السيدة الزهراء قالت ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه شنو فأت الصيام إذا ما صين ذن الأمور؟ إضافة إلى الإنقطاع عن الأكل والشرب فإن الرسول صلى الله عليه وآله يقول إن أيسر ما افترض الله على الصائم في صيامه ترك الطعام هذا أيسر شيء إنما الغاية القصوى هي لعلكم تتقون ولذكرتها السيدة الزهراء قالت أن يصل لسانه وسمعه وبصره كذلك إن الإمام علي عليه السلام سأل رسول الله فش قال له؟ قال له يا رسول الله ما أعظم الأعمال في شهر رمضان؟ شنو أعظم عمل في شهر رمضان؟ شوفش رد الرسول قال له يا علي إن أعظم الأعمال في هذا الشهر ليقصد شهر رمضان هو الورع عن محارم الله يعني أريد يوضح الرسول أنه لابد الإنسان في هذا الشهر أنه ينقل باطن ماته يسوي تنقية دليت وفرمة للباطن ماته لأن هذا الشخص اللي يحتقر الناس فهذا مريض بباطنة وباطنة بشوائب الشخص اللي يسيئ الظن بالناس هذا باطنة مريض الشخص اللي مثلاً أنه يعني الشهوة ما تجيبه مننا وتودي مننا هذا أيضاً باطنة مريض الشخص اللي يحسد الناس هذا أيضاً باطنة مريض فإنه أحنا لابد نحقق بصيامنا الغاية المرجوة من الصيام أنه لابد يطلع يخلص شهر رمضان وأحنا في طارق في التغيير إيجابي بعد ما أكملنا هذا الشهر اللي هو تهذيب النفس